إذن جائزة البافتة تعود من جديد بعد انقطاع بسبب فيروس كورونا الذي حجبها والذي منع الممثلين وصناع السينما والفرحة أيضا من البروز إذن الحدث الأبرز هو فيلم The Power of the Dog أو قوة الكلب هذا الفيلم الذي نال جائزة أفضل فيلم لسنة 2022 عن هذه الجائزة وأيضا مخرجته جين كامبيون التي نالت أيضا جائزة أفضل مخرجة لهذا العام إذن هذه المخرجة التي نالت من قبل جائزة الأوسكار وأيضا السعفة الذهبية أيضا توجت وضمت لقبا جديدا لمسيرتها المهنية وإلى فيلم ديون أو تل من الرمال هذا الفيلم الذي كان مرشحا لهذه الجائزة عن فئة 11 دور و11 فئة إذن نال منها خمسة وهي أفضل صوت وموسيقى أصلية وأيضا تصوير سينمائي ومؤثرات بصرية وتصميم إذن هذا الفيلم حقق نجاحا واسعا في إرادات السينما العالمية رغم جائحة كورونا أيضا إذن في حين نال جيمس بوند في نسخته الأخيرة لا وقت للموت جائزة البافتا كأفضل منتاج وهو الفيلم الخامس والعشرين من هذه السلسلة وأيضا افتتحت المغنية التي غنت في هذا الحفل افتتحت هذا الافتتاح بأغنية لفيلم جيمس بوند تكريما لذكر ستين لإطلاق هذه السلسلة وإذن المشاهدين ويل سميث أيضا يفتكوا لقبا وتتويجا آخر في هذه الجائزة جائزة بافتا حيث نال جائزة أفضل ممثل عن بطولته في الفيلم وأيضا الملك ريتشارد حيث ترشح أيضا عن دوره هذا في عدة الجوائز منها جائزة الأوسكار وأيضا جائزة الجولدن جلوب ليعود بذلك ويل سميث إلى الصدارة بعد غياب طويل والإشارة فقط فإن ويل سميث لم يكن حاضرا في حفل البافتا إذن مشاهدين بيلفست أيضا هو فيلم نال جائزة في هذه المسابقة وهي جائزة أفضل فيلم بريطاني ضمن جوائز البافتا وأيضا هنا هذا الفيلم ولما نتحدث عن جوائز البافتا نتحدث عن مسابقة تعادل بموازات مسابقة الأوسكار التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه أيضا المسابقة كانت لها أفلام وأيضا أفضل ممثلة ساعدة نالتها لشانا لنيشيل أيضا لنيش أقول عن فيلم جيمس بوند أيضا لا وقت للموت هذا إذن الممثلة التي نالت أعلى التتويج في حين أفضل وثائقي كان لـ Summer of Soul لهذا العمل السينمائي أفضل وأيضا نتحدث عن فيلم آخر ونال أفضل فيلم متحرك أقول وهو إيكانتو هذا العمل والموجه للأطفال هو يعرض حاليا أيضا في صلاة السينما الجزائرية لمن يريد ويرغب في اكتشاف هذا العمل من جديد هل نحن معنيون سامية في هذا الفيلم؟ فقط عليك بصلاة السينما الجزائرية وتتابعين إذن هذا الفيلم الموجه للأطفال وهو من أنواع التحريك أيضا أمل هو مشوق هذا الفيلم؟ مشوق فعلا وتدور قصته في غابة وهناك أيضا أحداث مشوقة في هذا العمل وأيضا حقق نسب مشاهدات عالية في ناحية الإرادات العالمية لما نتحدث عن إرادات العالمية فهنا نتحدث أيضا عن جائحة كورونا التي كبلت لسنوات عدة صلاة السينما وأغلقتها إذن أي إرادات تدخل لأي عمل فهو تتويج بالنسبة لصناع الأفلام طبعا